مصر المنصورة مش أيها مصر نلحل بإطلاع في الزورة بعلمت النصر نعم أحب الأهرام وأحس بتشوق إليها سوف أزورها مع أصدقائي في سبتمبر المقبل سنكون وفدي لزيارة القاهرة وبخاصة الأهرامات في الجيزة سنتمتع بالنير ونتمنى أن نزور سيناء أيضاً مصر تشتهر بالغطس وأنا أحب الغطس جداً سأزوره شرم الشيخ ومناطق عديدة أخرى سنعود إلى التاريخ والأماكن والمباني التاريخية سنقوم بكثورة الأماكن والمربان الغطس سرم الشرم الكثير من النار فهو المزيد والمباني التاريخ والإطلاق سعد إل تصالح نحن الأنisser وإنأكد اتناق تصالحنا سليم يريدها يطلح يمنعها من أقل الله خطب الكد مصر المنصورة واشطيعها أتعلم كل الإشار والمعزار أتعلم كيفية النار مقدر الثقافة والتاريخ والناس لهذا بدأت أتعلم اللغة العربية أنا صحفية وفنانة وأصبح لدي اسم عرب الإله راع الفرعوني يمثل قيمة كبيرة لي ولتاريخ مصر الشمس الشمس تمثل قيمة كبيرة في الحضارة المصرية وتمثل الدفء لنا الإله راع يمثل قيمة كبيرة بالنسبة لي ولكن هذا ما أريد أن أريد أكثر على العالم الجميع والفرعوني هو جهد راع وكل فرعوني هل لفرعوني شخصية تاريخية عبارة العالم أكثر من الأشخاص العالمين وكذلك لا يوجد أشخاص 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 أشخاص